الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إخواني وأخواتي تحدثت لكم في دروس ماضية عن جملة من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها في تكوين المجتمع المسلم وتبقى لنا في هذا اللقاء مبدأ من أهم المبادئ التي لاغنا لأي مجتمع عنه ألا وهو تطبيق الشريعة الإسلامية فمن المعلوم أن المجتمعات بأسرها تنشد الأمن والطمأنينة وتسعى جاهدة إلى ذلك وتبذل كل ما في وسلها لتحقيقه لكن تلك المجتمعات إما مجتمعات لجأت إلى قوانين من وضع البشر فقاموا بوضع النظم والقوانين الكفيلة في زعمهم بتحقيق أمال المجتمع وتطلعاته وحد مشكلاته فغرقوا في أوحال الجريمة والفساد والإنحلال وإما مجتمعات حكمت الشريعة الإسلامية وجعلتها المرجع الأساس في تنظيم حياتها وحياة شعوبها فنعمت بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار وخير دليل على ذلك أن الدول المتقدمة التي تحكم القوانين الوضعية مع ما لديها من دراسات في مجال الجريمة وما تملكه من أجهزة لمكافحتها بالإضافة إلى القوة البشرية الهائلة المدربة وقفت عاجزة أمام تصاعد الجريمة وارتفاع نسبتها من عام لآخر بل ظهرت عندهم الجريمة المنظمة والمجرمون المحترفون وفي المقابل نجد المجتمع المسلم الذي يطبق الشريعة الإسلامية وتنفذ فيه الحدود والعقوبات تقل فيه نسبة الجريمة ويأمن الناس فيه على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم وخير مثال لذلك ما نلمسه ونشاهده في بلدنا المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنى الشريعة الإسلامية أيها الإخوة تنظم حياة الفرد والمجتمع ولذا لم نر جانبا من جوانب الحياة في المجتمع المسلم إلا وللشريعة بصمة ظاهرة فيه ولو وقعت أبصارنا على جانب مشرق في حياة الفرد أو المجتمع المسلم فإننا نعلم يقينا أن مرد ذلك إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية لماذا؟ لأنها تعتمد على نصوص القرآن والسنة التي لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنتها قال تعالى ما فرّطنا في الكتاب من شيء تطبيق الشريعة الإسلامية أمر مفروض ليس للإنسان خيار فيه قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وعلى هذا فالبحث عن مصدر آخر ينظم حياة الإنسان والمجتمع غير الشريعة الإسلامية خطيئة كبرى من فعل ذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله وهذا كفر أو شرك أو فسوق وهو مؤدي إلى الهلاك في الآخرة ناهيك عن الضياع في الدنيا والإنحراف عن جادة الصواب والحق ومع تلك النتائج والمقارنات بين المجتمعات المسلمة المطبقة للشريعة والمجتمعات الأخرى إلا أن المجتمعات التي تحكم بالقوانين وتبتعد عن الشريعة لا زالت تصر على الإبتعاد عن الشريعة الإسلامية وإن دعوتهم إلى ذلك نعتوك بالتخلف وعدم القدرة على مسايرة رقب الحضارة بل وادعوا أن أحكام الشريعة لم تعد صالحة لهذا الزمان الذي تطورت فيه الحياة وهم يدعون أيضا وحشية العقوبات في الإسلام فجلد شارب الخمر عندهم وقتل القاتل وقتل يد السارق كل ذلك يدل في زعمهم على وحشية هذه العقوبات وعدم مراعاة الإنسانية ومبدأ حقوق الإنسان وهذه شبه ومزاعم يثيرونها وتحتاج منا إلى أن نقف عندها ونبين حقيقة زعمهم ونرد عليهم وبيان ذلك كالتالي أما قولهم بعدم صلاحية الشريعة الإسلامية لهذا الوقت فهم يدعون أن الحياة تتطور والشريعة جاءت لحل مشاكل كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أيضا إن نصوص الإسلام جاءت عمومية لم تتحدث في تفاصيل الحياة اليومية أيضا يقولون إن اختلافات المذاهب الفقهية يمنع من تطبيق الشريعة الإسلامية ويقولون أيضا إن وجود أقليات غير مسلمة في المجتمعات الإسلامية يؤدي إلى عدم صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية وللرد على هؤلاء أقول أولا فيما يخص تطور الحياة أقول إن الشريعة تتعامل مع الإنسان ولا تتعامل مع أنماط الحياة وتأمر الإنسان أن يتكيف مع هذه الأنماط شريطة أن لا يتعدى على نصوص الشريعة وأحكامها ثانيا نقول لهم إن الشريعة الإسلامية لم تمنع أبدا ولم تقف أبدا أمام أي نمط من أنماط الحياة يحقق السعادة والرفاهية للأفراد والمجتمعات ويؤدي إلى راحتهم نعم الشريعة الإسلامية لم تمنع إلا ما يؤدي إلى الإضرار بالفرد والمجتمع ويلحق الأذى بهما ثالثا نقول لهم ادعاؤكم بأن نصوص الإسلام جاءت عمومية ولم تتحدث عن تفاصيل الحياة اليومية ادعاء باطل ويدل على جهل من قال به بنصوص الشريعة الإسلامية فالشريعة نظمت حتى أدق جوانب حياة الفرد والمجتمع فوضحت طريقة نومه وأكله وشربه وجلوسه وحتى دخوله إلى المرحاض أعز الله السامعين فهذه فيها تفصيلات كثيرة للحياة اليومية وهناك تفصيلات أخرى للحياة اليومية في الشريعة الإسلامية رابعا نقول ادعاؤكم بأن اختلاف المذاهب الفقهية يمنع من تطبيق الشريعة الإسلامية نقول أيضا هذا ادعاء غير صحيح لأن الاختلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية ليس اختلافا في الأصول والثوابت وإنما هو اختلاف في الفروع وعندما نطبق الشريعة فإننا نعتمد على الأصول لا على الفروع أما قولهم وادعاؤهم أن وجود أقليات غير مسلمة في المجتمعات الإسلامية يمنع من تطبيق الشريعة فأيضا هو ادعاء باطل لماذا؟ لأن الخير كل الخير لهذه الأقليات أن تطبق عليها أحكام الشريعة العادلة بأمر الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أما الشبهة الثانية وهي ادعاؤهم وحشية العقوبات الإسلامية فنقول لهم إن العقوبات في الإسلام إنما هي علاج مقدر يصح به المجتمع ويأمن ويسلم فالمجتمع المسلم الذي يطبق هذه العقوبات تقل الجريمة فيه إلى أقصى حدودها وبالتالي يقل تنفيذ مثل هذه العقوبات فيه وبذلك يأمن الناس على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم وقبل ذلك على دينهم بينما المجتمعات التي لا تطبق هذه العقوبات نجدها مصرحا للجريمة بأنواعها ثم إن القائلين بهذه المقولة الجائرة أخذتهم الشفقة والعطف على الجاني ونسوا الضحية الذي يستحق العطف والشفقة ونسوا أن هذه العقوبات فيها نوع من العطف والإشفاق حتى على المجرم فهي تردعه عن الوقوع في الجريمة وبالتالي عدم إيقاع العقوبة عليه أيضا نقول لهم إن من طبيعة الإنسان حب الانتقام ممن أخطأ بحقه وهو في الغالب ينتقم بقدر الخطأ الذي وقع عليه ويزيد ولو ترك الناس ينتقمون لأنفسهم لعمت الفوضى ولانتشر الرعب في أوساط المجتمعات ولختل الأمن وعاش الناس في قلق دائم وهم مستمر وهو ما يحدث في المجتمعات من حولنا أعني المجتمعات التي لا تطبق الشريعة الإسلامية ولذا كان لابد من إيقاع العقوبة المناسبة على المجرم بقدر الجرم الذي وقع فيه وأخيرا أقول اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين